مرض السكر من الأمراض المزمنة المنتشرة جدا في المجتمع المصري فيه أرقام كية بتكلم على حوالي 15% من المواطنين مصابين بمرض السكري بدرجات طبعا متفاوتة الجامعات المصرية تحت راية المستشفيات الجامعية بتقدم خدمة صحية متكملة لكل المواطنين في مجالات صحية متعددة يمكن من أبرز هذه الخدمات هو عيادة السكر في مستشفى جامعة عين شمس اللي بتقدم خدمتها العلاجية للأشخاص المصابة بهذا المرض ده حيكون محور فخرتنا دلوقتي إزاي بيتم فحص المريض المصاب بالسكر إيه أبرز الأدوية الجديدة اللي ظهرت في العالم لعلاج السكر عشان ما أصرش على باقي أعضاء الجسد كل ده حنعرفه دلوقتي من ضفتنا في الستوديو الدكتورة سلوى صديق رئيس قسم الغدد الصماء والسكر بجامعة عين شمس أهلا وسهلا بك يا دكتورة وصباح خير عليك دكتورة إحنا متخيلين لكل الناس عرف السكر وعراضه وكل الناس عرفت زي بيتم تشخيصه بس في حتى ممكن يبقى مريض سكر وعد عليه أنه ياخد باله أنه مريض سكر السكر من النوع الثاني مرض السكر من النوع الثاني اللي هو الأكثر شيوعا اللي عند المرضى البلغين اللي بيعانوا من مرض السمنة أو زيادة دهنيات الدم ممكن يعدي بأعراض بسيطة لمدة سنوات وييجي المريض بالمضاعفات فإحنا عايزين نعمل توعية أن المريض يشخص نفسه بدري أو ينتبه أنه هو عليه التوجه للطبيب المختص للتشخيص وبالذات إذا كان فيه تاريخ مراضي للسكر في الأسرة وبالذات إذا كان فيه سمنة أو فيه دهون أو فيه ارتفاع ضغط الدم كل الحاجات دي بتعمل لنا ألارم أنه يجب أن نتجه للطبيب المختص على أقل يعمل لنا تحليل السكر الصايم للسكر بعد سنوات لو مش حاسس حيبقى بيفكر ما أنا مدام متعايش ومشيطر على مراضي إحنا شايدين نتعدي بدون كده علشان المضاعفات زي برضو المصاب بارتفاع ضغط الدم ممكن يبقى عنده ارتفاع ضغط وما ياخدش باله خاطئ طب أنا عايزة أسأل فيما يتعلق بالسكر هل فيه أعراض كده بتنبهني بتقول لي لازم أروح أعمل تحليل للسكر أعراض إحنا الأعراض اللي بتيجي للسكر من النوع الثاني اللي هو البلغين اللي هو العين بيحس بعطش شديد جفاف في الفم يلاقي نفسه بيشرب مياه بكاثرة زيادة عن الأول بيأكل الأكل بكميات كبيرة أو يحصل له فقدان في الوزن بدون ما يكون هو عامل كده يعني مش عامل رجيم ولا حاجة ممكن تيجي بزغلالة في العينين عدم وضوح الرؤية التهابات في الجسم خارريج بعض السيدات بيجي يشتكوا من التهابات في الجهاز التناسولي دي بتدي ألارم إن أنا احتمال يكون عندي سكر وبالذات زي ما قلت إذا كان فيه تاريخ مرضي للأسرة أو إذا كان العيان عنده سمنة أو بقى لو عدت الأعراض دي وهو ما أخدش باله وما رحش للطبيب المختص هندخل في المضعفات اللي احنا عايزين نتجنبها اللي هي؟ أنا بس مش عايزة أخاف الناس هو مرض السكر لمضعفات على الجسم كله لأنه بيأثر على الأوعية الدموية فمثلا لو قلنا أن السكر من أكثر الأسباب اللي بتؤدي إلى الفشل الكلوي النظر ممكن نعيان لقدر الله يفقد نظر سكتات دماغية الجلطات في القلب فشل في القلب الأوعية الدموية الطرفية والأعصاب الطرفية نحن حضرتك كده خوفتيني نحن حضرتك شازخوا بس لو حصل تشخيص مبكر وانضباط في تناول الأدوية أو علاج السكر مش بس أدوية لو المضيد اتبع نظام غذائي صحي تدا يأكل أكل متوازن يعني ده الستايل بتاع حياته مع ممارسة النشاط البدني نتري نتمشى في اليوم نص ساعة على الأقل خمس أيام في الأسبوع مهم جدا نحن نحافظ على وزن جسم معتادل مثالي يعني نحافظ على مؤشر كطة الجسم دي في حد ذاتها لو في مرض السكر هتخليه ما يظهرش أو ما يتطور يعني احنا لو لحنا بدري هنمنع هدوث مرض السكر طيب دكتورة خلينا نفكر كده مع الغلاء اللي موجود في العالم كله وظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتواجه العالم كله مش كل الأغذية متاحة للناس يمكن النشويات بتكون أقل في الفلوس بكتير من البروتينز والحاجات اللي زي كده مريض السكر يعني اللي ظروفه أبسط من غيره يأكل إيه بحيث أنه هو يحافظ على سكره وفي نفس الوقت يقدر يبقى في إمكانه ويقدر يتعامل معه الحاجات اللي هي المؤشر الجليسيمي بتاعها قليل واللي بتاعد على أنها تخفض مصاد السكر في الدم الخضروات أكتر حاجة الخضروات يبقى السلاطات الأسماك المشوية لو هنأكل بروتيناتنا كلها مشوية ممكن ناخد بروتين نباتي فول مثلا بس مش بكميات كبيرة لا ده هنحدد الكمية مش أكتر من ثلاث معالق في اليوم مع النشوات برضو لازم نقل بقى من الخبز والمعجنات والرز والحاجات هنحدد يعني إحنا مش هنمنع ولكن الكربوهوديت اللي هي النشوات والسكرات دي لازم نقل منها هنأكل بروتينات بالمعقول الإكسار من الخضروات وشور بالماء بكسره وكمان ننصح المرضى بعدم تناول المسكنات العقاقير المسكينة يعني بصورة يعني عندي صداع أخذ مسكنات لإني ده ليه تأثير سلبي على الكلا طيب نروح بقى للمبادرة الخاصة بالمستشفيات الجماعية وجامعة عين شمس عيادة السكر اللي بتقدم خدمة طبية للمواطنين عايزين نتكلم على تفاصيل هذه المبادرة والفكرة فكرة اللي بقى فيها عيادة متخصصة للكشف المبكر عن السكر يعني السكر ومضاعفاته مضاعفاته طبعا طبعا هو الناظرة لعلاج المرض السكر اتغيرت هي مش بس كتابة أدوية للمريض لكن احنا بقينا ناخدها يعني لكل جوانب المريض من أول ان احنا بناخد المريض نعمله جلسات تثقيفية نعرفه بالغذاء الصحي وازاي ياخد غذاء متوازن نعرف المريض بأهمية النشاط البدني بنعرف المريض بأعراض ارتفاع السكر عشان تبقى ألارم وفي نفس الوقت كمان بنديه محاضرات توعوية عن أعراض انخفاض السكر يعني أنا العايزة لا يرتفع والعايزة ينقافض لأني في الاتنين بيعرض جسم المريض للخطر بندي المريض نبزة عن المضاعفات وازاي نشخصها بدري فبدينا نعمل ما يجينا مريض سكر من نوع الثاني المفروض ان اول ما نشوفه نبتدي نعمله كشف مبكر للمضاعفات اللي هو بندور العصاب الترفية نشوف اذا كان في التهاف العصاب الترفية الأوعية الدموية عشان كان في قصور في الأوعية الدموية الترفية بنعمل زلال البول علشان التشخيص المبكر للاعتلال الكلوي السكري اللي هو ده بقى ده لازم نمنعه علشان نقلل نسبة المصابين فيما بعد بالفشل الكلوي جزاك كله لو هو بالفعل مريض سكر احنا مش لما نيجي نبتدي لسه بحب تمام مش بنا نباع كل الحاجات دي لا هبقى هو المريض اول ما يبقى سكر من نوعه تاني لازم نعمل كده في الاول شوفنا سؤالي متأخر ولا ايه هو احنا عندنا كم نوع سكر كتير عندنا سكر نوعه اول اللي هو في الأطفال الصغارين معتمد على الإنسلين اللي ما عندهمش إنسلين في جسمه اللي هو علاجه الإنسلين فقط لغير سكر نوعه تاني اللي هو في الأشخاص البالغين اللي هو علاجه اقراس في الاول وفي المراحل المتقدمة بيبقى اقراس إنسلين او إنسلين فقط في نوعه من السكر بيظهر مع الحمل في نوعه سكر بيجي نتيجة الأدوية ايه في نوعه سكر بيجي نتيجة أمراض في البنكرياس في نوعه سكر بيجي من اضطرابات الغضد الصماء في الجسم كويس طب ايه الفرق يا فنم بين عيادة السكر المتنقلة والمخاصصها الوحدة الخاصة بجامعة عن الشمس ويه العيادة العادية يعني ايه الفرق ما بين الاتنين لما نروح للطبيب احنا عاملين تيم فيه كل حاجة فيه التسقيف للمرضى فيها توعية كمان بالمضاعفات فيه بنعمل فحص القاع العين علشان نشوف إذا كان فيه اعتلال في الشبكية زي ما قلت حدك بنعمل فحص لزلال بقول علشان نشخص الاعتلال الكلوي المبكر كل دي مهمة جدا لمريض السكر لازم بيبقى مريض السكر نوع تاني عارف انه سنويا لازم يعمل شيكب على كل ادية يا فنم كل سنة كل سنة لازم اعمل للمضاعفات دي كل سنة علشان اتجنبها طيب ربنا ايه بعد حد اصيب بمرض السكر واصيب بمضاعفات وجايلكم العيادة بالمضاعفات امكانية السيطرة على المضاعفات دي ايه والحد من الاذى انه لو لو فيه اي جهاز من اجهزة الجسد اصيب الضروري دي علشان محافظة على وزن جسم معتادل بنبتدي نوصف ادوية فيه ادوية بديدة بتحافظ على الكلا وتحافظ على القلب ودي مش هنعرف نوصفها الى اذا شخصنا مباكر تشخيص المباكر هو اللي هيمنع المضاعفات طيب دايما فيه فكرة الاستسهال فيما يتعلق بممارسة الرياضة او ان انا اتبع نظام غذائي يعني بعض مرضى السكر يقولوا انا خلاص باخد الادوية بتاعتي سواء انسولين او ادوية اقراس يعني وممكن ما يلتزمش بفكرة انه يمشي كل يوم نص ساعة او يحاول شوية يقولك مدام انا باخد دواء ممكن شوية تساهل في الاكل ازاي حضرتك تقولي لمريض السكر ان ده جانب مهم جدا ليس فقط الدواء هو الحل لمريض السكر المشي مهم جدا رياضة انا مش لازم رياضة عنيفة المشي جسد مشي نص ساعة في اليوم لمدة خمس ايام في الاسبوع بيناشط الدورة الدموية يحسن كفاءة القلب مجرد المشي بس مجرد المشي يقلل المستوى السكر في الدموية ويقلل الضغط كمان ويقلل الضغط ويقلل دهون كل دي بتتحسن احنا عايزين نقلل المستوى السكر بالدموية وسائل اللي هي كذا كذا حاجة مش عايزين نعتمد على الدواء فقط لغير طيب احنا بنتكلم على مريض سكر ولكن صحيح البدن عنده من القدرة انه هو يقوم ويتمشى ويبقى تعبان في البعض بيكون كبير في السن حقيقي اطرافه مش مسعداء او مش شيلاء قد يكون وزنه زايد جدا مش قادر قد يكون من مرضى السكر اللي اول ما بيقوموا بيدوخوا ما بيبقوش قادرين يعملوا اي مجهود هل ده برضو بنقدر نقول له لازم تحافظ على الرياضة ولا ده بنقول له لأ خليك قعد مكانك ما هو زا سن كبير فلكل العمار بنحاول نفصل بقى على حسب المريض لكن يدوخوا مش قادر يقوم دي ليه يعني عشان سكره عالي هل يكون سكر منخفض او مرتفع لا منخفض بقى احنا لازم هنتابع بحيث ان احنا الحفاظ على مستوى السكر طبيعي في الجسم احنا عايزين كده لعالي والعاطي طيب الموعيد او الاوقات المفروض الانسان فيها يعمل فكرة الفحص الدوري عشان يطمن على هل فيه اعراض او هل هو مصاب بالسكر ولا لأ ده بالنسبة للمريض الذي لم يصب بالسكر امتى وكمان الناحية التانية مصاب بالمرض السكري زي كل شوية يطمن على الحيوية الخاصة بالاجهزة الجسم السؤال الاول هو يعني احنا هنعمل سكرين لمين العينين لفوق الخمسة واربعين سنة او لو تحت الخمسة واربعين سنة بس عنده فاكتور تاني يعني عنده دهون بالدم مثلا عنده ضغط دم عالي فداد خليني افكر ان احتمال يكون عنده السكر اذا كان فيه تاريخ مرضي للعيلة اه الوالد او الوالدة او حد في العيلة اه لازم يروح يدور السيدة اللي جالها السكر وهي حامل اه هو جالها فتة الحامل وعدت الحمد الله بالسلامة بس عندها احتمالية انها تصب السكر فيما بعد فده لازم تعمل شيك اوب افرينا واندي وكمان لازم تكون عارفة الاعراض ايه اه البنات المصابين بتكاييسات المبايد مثلا لو حد بالصدفة كده عمل السكر ولقى الصين بتاعه مش مظبوط التراكمي مش مظبوط فده عليه انه هو يشايك يعرف ظهر سكر فعلا ولا لا طفل اللي اتولد ليه ام اصيبت بسكر الحامل محتاجين نتابعه ومحتاجين يبقى عنده اي رفرنس طبي نفس الفكرة ولا ينطبق عليه ما ينطبق على باقي الاطفال ينطبق عليه ما ينطبق اللي احنا قلنا عليه ان هو اذا كان مؤشر كوتة الجسم بتاعه زايد او بيعاني من مرض السمنة فاحتمالية حدود يعني احنا بنقول ان السكر نوع تاني بيجي في البلغين دلوقتي بقى يجي في الاطفال بسبب السمنة بسبب الفاسفود بسبب عدم ممارسة النشاط البدني صحيح فابتدى يظهر السكر نوع تاني ولجعنا ان احنا بقينا ندي الاطفال دون نديهم اقراس تمام بنشكر حضرتك دكتورة سلوى صديق رئيس قسم الغدد الصماء والسكر لجامعة عن شمس شكرا جزيلا لحضرتك نورتين او شرفتين افن افن